بالأكاديمية الملكية العسكرية بمكناس أقيم حفل بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية وتمت خلال هذا الحفل الذي ترأسه الجنرال دو ديفيزيون حسن التايك مدير الأكاديمية تم التحية العالم الوطني وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الضباط وضباط الصف والجنود وأكد جلالة الملك في هذا الأمر اليومي أن رمزية هذا الحدث الوطني المرتبط بمصار تأسيس المغرب الحديث لا مدعاة لمزيد من الفخر والاعتزاز بعراقة جيشنا الباسل وبمشاعر الإكبار والإجلال لمن كان لهما الفضل في تأسيس هذا الصرح الشامخ الملكين خالدي الذكر جدنا المغفور له جلالة الملك محمد الخامس ووالدنا المشمول بعفو الله جلالة الملك الحسن الثاني أكرم الله مثواهما جاعليني من هذه المؤسسة العريقة مدرسة حقة في التربية على قيم المواطنة بصدق وإخلاص وقال جلالته لقد حرصنا أن نجعل من هذه الذكرى الغالية محطة سنوية للتقييم واستخلاص الدروس وتحديد الأهداف من أجل بلورة وتفعيل المخططات المستقبلية جاعلين نصب أعيننا التطوير المستمر لقدرات القوات المسلحة الملكية وتمكينها من الوسائل والتجهيزات وتكوين وتعبئة أفرادها على مسايرة كل المستجدات ورفع التحديات